اشتركوا في القناة تحديد أحوال التقسي تقول أن درجة الحرارة في مدينة عنابة ستصل 36 درجة تحت الضل على ارتفاع حوالي مترين مع رطوبة عالية ما يعني أنها ستتجاوز الأربعين درجة تحت الشمس بمدرجات ملعب عنابة المكشوفة ولهذا ستحدث في نقطتين الأولى من المسؤول الذي قرر فتح الأبواب في هذه الساعة المبكرة من يوم صيفي حار والثانية هل هناك من الجماهير من ستقصد الملعب في هذه الساعة المبكرة الأمور التنظيمية في أغلب ملاغب سيئة الجماهير التي اقتنى التذاكر المباراة لا تطيق فيها كوسيلة استدهار تسمح لها بتجاوز البوابات الإلكترونية لأن هناك مناصرا قفز فوق الجدران ودخل الملعب دون تذكرة ومناصرا آخر يعرف الشرطية والدركية المتواجدة في محيط الملعب فدخل دون تذكرة أيضا وهو ما سيتسبب في نهاية المطاع في عدم دخول أصحاب التذاكر إن تحلوا بشيء من التحضر وذهبوا للملعب نصف ساعة فقط قبل المباراة هذه النقاط السوداء ينبغي القضاء عليها بطرق مختلفة لعل أهمها تحسيس المستمر بضرورة عدم التوجه للملعب في حال عدم امتلاك الشخص للتذكرة ترقيم الكراسي والتذاكر لتسهيل تحديد مكان الجلوس ومنه التعرف على الشخص الذي تسلل إلى الملعب دون تذكرة حسر مهام الشرطة والدرك في الجانب الأمنية على أن تتولى شركات خاصة أو تابعة للفافو الأندية الأمور التنظيمية المتعلقة بدخول الجماهير إلى الملعب نتمنى أن تأخذ الدولة هذه النقاط بعين الاعتبار خصوصا على مستوى الملعب الكبرى لتوفير الظروف الجيدة للجماهير من أجل دخول الملعب قبل دقائق عن المباريات ومنه استغلال القوة الصوتية في تشجيع لا غير وعدم هدرها في الطوابير وعلى المدرجات ساعات كثيرة قبل صافرة البداية ترجمة نانسي قنقر